اه راكي قدامي يا بنت الكلف يا مره يا بنت الكلف اه 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 راحت الشاكين للخدامة يا مره يا بنت وانت عم ما حصل والنعم ما حصل تمهالي اتجوز اتنين ولا حتى مليون الله بفلوسي يا ناس بفلوسي تقري بفلوسي فهمة ولا نقول كمان انا ليه يا حق علي اه حق ايه يا اما حق انت بتأنت فكرة نفسك ان انت براتي ولا ايه لا حبيبتي فوي احنا متجاوزين جواز مسيار يعني جواز مطعم فهما ولا فهمك تاني واني خلاك تروحي تسألي على عنوان بيته ولا عنوان شغلي في مصر ها انتاي انتاي تسألي ليه تتسألي ليه انتاي وعرفت يا اختي وعجبك اللي عرفتين عجبك واني اقول تاني ها اقول لك تاني ها اصبقى كده بقى وتالى ما وصلت معاكل كده يبقى ارجع النهاردة ملايش وشك هده في الفيلا تاني مفهوم مهمة تعالي تعالي معاك قبل ما تجريب داعي يا عايز اوداعك تعالي تعالي معاك ايوان لب ايوان لب ما تنفعيني يا مادام ينوبك سواء ما تاخدي مني وارتوا صورنا ديالك على خلق تعالي جدعون واجبولك الارض في ثلاث عددات ما تستقلش بياي مادام دا يودع صرف قضع في خلقك تب بلاش عدعيلك علي يا ستة تنفعيني كده بدل ما انت تبلت من كتر العيار بنت غري من هنا لطلعوا عليك طلع علي يا ستة ولا هبك الوما انت تنفعيني متعصبينيش بقى غري من قدامي طب ونعم انت طيبة وزي العسر حتى وانت بتعيطي واصل انت كانت شكلك يعني مش بتاعت ازيه ولا هتميد يدك علي وخصاني يعني انت لما واخذى كده واخدى عالق سوء واللي زيك لما بيحس بالظلم ما بيظلمش ولا هتظلميني انا مظلومة يا اختي خلق مش نقصكي خالص عارفة لو كنتي كسفتين وقلت يا انت تظلميني كنت هدى عليك ان رجلك الاتنين يبقوا شمل تيجي تمشي كده نفسك برضو مش اتي كده ايه يا فرج اللي هبتعد تندعي يلا بقحط ايديك في صدر الكيه وطلعوا ربع جنيه وانا دياليك علي الموقوسة من الموقوسة ده وصديني مش هتندمي ماشي يا سوس طب بزنمتك بزنمتك هدى يبقى عنده العين الحلمة دي والوش ده ويعاية بتي عارفة انا لو عندي الوش ده يا لحوية ده انكم انت بقيت ولا ايه نجمة من نجوم السينما كتير فلوس تجروا علي بالقوم 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 بدل ما انا عملاش هتمليسه ولا ما يسويش بصديني انت بيت تقلت الادب مين اللي ما يسويش يا ست يبقى انا قاعدة جنبك من الصبح عملاش هتروبع جنيه وانت بسق عالي وانت بقى اللي ما ينفعكيش يبقى ما يسويش يا ست بتاخدي الكلمة عن نفسك ليه انت ان شاء الله هتنفعيني انا بتكلم على اللي مش هينفعني هو ده اللي ما يسويش فانت بقى بتحرجين انا دب ايدي في جابي عشان هديك يا بزبتك بس ملا عليك والله العظيم انت بيت تنصر والله العظيم ده انت عسن وزي القمر وصرا جمالك دايت بقى في العياد اول نعمة زى ما بقولك كده يا سلاة ما كانش حد غلب بص يا ستي فيه ناس كده بيبقى عندها نعمة مش حاسة بيها وانت بقى مش حاسة بنعمة جمالك وتعملي ايه بقى لو عندك الجمال ده هعمل اي حاجة اي حاجة ان شاء الله تشعلك وهم كده بقى برنسيسة وبنت ناس اي حاجة اي حاجة ما حساني يعني ان انا كان عندي اختيار تاني هعمل اي حاجة اي حاجة منهم ان انا هيبقى معايا فلوس وعلى هل هي يعني هيبقى بمزاج بدل ما يبقى بالغزبانية وزا كان بقى هو مش بالمزاج بالغزبانية تعملي ايه؟ هتديك القرطاز ده وعلى حسابي وتحكيلي حكايتك يلا سامعيك والله ليك وحش يا بنتي ايه الغيبة الطويلة دي؟ وانت كمان وحشتني يا عم عبده قاوي هتاكل ايه بقى؟ ولا اقولك استني انا هااكلك على زوقك وانا مش جعانة بس اكل عشان خاطرك وعايزة عشان ريف يا الواضح ان انت مش جعانة خالص لا دول ندر كده الاهل البيت والاهل الله يعني وزعهم على الغلاب مش بقولك فيك الخير يا بنتي بقولك ايه يا عم عبده كنت عايزة اسأل شيخ يعني في موضوع الندر ده كان فيه واحد كده بيقعد عندك اسمه اسمه ايه بنت اخوخ؟ ايوه اسمه حاسن كان بيقعد عندك كده؟ كنت عايزة اسأله يعني على موضوع الندر ده شيخ حاسن انا يعني شفته كم مرة كده عد علي بس ما شاء الله دلوقت بيدي دروس بعد صلات العشاء كل يوم خميس في جامع سلطان حاسن ما شاء الله على فكرة الحجاب حلوة قوي عليك يا بنتي لا ده مش حجاب ده انا بس مغطية شعري كده عشان ازور ادعيلي ربنا يهديني ان شاء الله ربنا يهديكي طيب تعالي تفضلي لا هاروح ازوري بقى وارجعلك حضر لي الطلب ها؟ طيب حاضر ماشي مع السلامة سلام عليكم عليكم السلامة وبركاته بقولك يا اخويا والنبي ممكن تدي الفلوس دي لأي حب تغلبا انت عرفك؟ ربنا يا بركك يا رب ربنا جزيكي خير يا رب بقولك ايه؟ هو الشيخ حاسن اللي بيجي هنا يدي دروس بعد العيشة الشيخ حاسن الشيخ حاسن اه الشيخ حاسن الامير اه هو فين؟ هو بقى له فترة ما بيجيش ليه؟ قصة سافر السعادية عبال امالك عمرا؟ لا 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 هو بيشتغل هناك شغال في الدعوة برضه يعني راجع امتى؟ لا قدامه شوية شوية؟ طيب ماشي كنت الخيرك شكرا لا عفو سافرت يا حاسن؟ ايب عليك؟ ما انت مجربني وانا عمري بعطلك حاجة اي كلام؟ ما كولي انا ببعطولك ياف؟ اه يا سيدي اسمها خوخ اه ما اشتفق خلاص هضبط وكلمه انت ماذا؟ حواضق العناية ده انت تقمر يلا استلموا عليك ما عزقالي ما استلموا عليك ما استلموا عليك ايه يا بيت ده؟ في ايه؟ ايه اللي بتعمليه في الرجالة اللي ببعطتك ليهم ده؟ انا يا خلطي؟ اه ما امي يا خلطي؟ مش ممكن الراجل الراجل الحج مصلحي بتاع القواز يقولي ده حتة قوازة خام يافت والحج الحج اقوز بتاع العريش يقولي ده خوخة عراشة اصلية اه في ايه يا بيت؟ في ايه؟ خف على الجالة اللي ببعطتك ليهم يا منيلا وانا ببقى عارفة لاقيها منين ولا منين؟ ده انا ببقى بوجوها قوي من رفح مش شايفها قدامي معلش بكرة تتعود ها؟ هتعرف تنزلي لوحدك ولا ايه؟ لا لا انا هنزلي لوحد انا هروح هحاول طب يلا روح هحاول وريه بخريش مش عارفة يا خلطي مش عارفة مش عارفة ليه؟ خلص بكرة تتعود لا والنبي والنبي يديك تقيلة اوي والنبي لاي مهمين اللي هينزلهم يعني مالغالي زمان اللي هنزلهم تعالح والنبي بالراحة مش عمتخافش مش عجباتك طب بالراحة وانا هساعدك ها؟ طب 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 يا بالراحة والنبي اه اه مواسط بنات ها قاملة ايه؟ قاملة ايه؟ لا لو خلفت نسع عيال توقم وخلفتهم طب يا مش هتعب كده بتهيقلك المهم سيبك بقى من البضاحة وبطنك والوجع وخلينا فاشواجل اللي بيجيب العيال مش فعل؟ يعني المرة دي جايبها للجوازة سقع هتبوسيني عليها اه عشان يضربني ويمشيني من غير فلوس زي المرة اللي فاكت جرى يا بيت انا مش متديالك قزمتين فوق حقك جرى انت زي القطة تتاكل وتنكري ولا ايه؟ مش حكاية فلوسي يا حج بس انا بجدد بحديلت المرة اللي فاكت درى ايه يا خوخة مش مستريح انا يا اختي للنغمة دي؟ تبتتنططش عليها يا بيتو ولا ايه؟ لأ يا روحي ده انا توقة انت عارفة يعني ايه توقة؟ انا كلمتي متتكسرش فاهمه ولا ايه؟ مش كده يا خالتي بس انا باخد كم يوم على مرتاح من تخزين البضاحة في بطن خلص يا روح خالتك انا جايبها لك علاج يا حبيبتي اول ما تاخديها هتبقي زي الفل يومين تلاتة ومشتحصي بحاجه ها اقلت ايه؟ مانتحت اورا من ايدي كتير ايدي كتير ايوا كده بلها تلاكيش اللبسك